موسيقى صلى الله وسلم وبركة على سيننا محمد وعلى الله وصحبه أولا مرحب بكم في هذا اللقاء اللقاء يعني كبداية لأنشطة شبيبات الحزب العدل والتنمية كذلك هذا اللقاء يأتي بعد افتتاح الموسيم السياسي افتتاح ديالبرلمان للجمعة الفارت 11 اكتوبر ثم كذلك في سياق وطني كذلك اللي هو تعيين ديال حكومة صاحب الجلالة بقيادة الدكتور سعد ديالنا في نسختها نسختها التانية والتي عرفت قليصا في عدد الوزراء إلى 24 وزير هذه مرحلة جديدة نستبشر فيها خيرا ونتمنى أن تواصل وتحقق ما ينتظره المغارب في هذا اللقاء استدفنا فيه وزير جديد في الحكومة وزير تشغيل وزير الشغل وإدماج المهني أستاذ محمد أمكراز اللي تنتمنوا لي كل توفيق باش يحقق المطالب ديالهم اللي هي انتظرات اللي هي سنين طويلة شي تدخل من طرف الوزارة لإلزام هذه الأرباب العمل هذه الناس هذين كيستغلوا هذه الطبقة الفلاحية المستلعفة كيستغلهم وما يستطعش الفلاحية ترسيل التنقل عدالة والتنمية بمحلية أي تعميرات هذا واحد من الأنشطة اللي كتديرها شبهة العدالة والتنمية من أجل التقطير ديال الشباب والتوعية ديالهم كيستغلوه على ممارسة سياسية رقية من النوع الذي ننشده جميعا دون شباب حقيقي شباب منخرط في العمل السياسي شباب من كيقول الكلام اللي يخصويت تقال وكي ينتقد بالكيفية اللي يخصويت ينتقد بها حفاظا على مصلحة بلادنا ومشي مصلحة بلادنا أن الشباب يرجع لهم أن الشباب ينتظر يجب أن ينخرج في العمل المداني يجب أن ينخرج في العمل العامي بجميع الأشكال والسبل الممكنة إنقاذا لبلدنا وانخراطا في المصار الذي انطلق في بلادنا منذ سنوات الحمد لله بلادنا لحقة الشئ الكثير ما زال ما وصلنا لمبتغات يالنا كامغاربة ولكن الحمد لله احنا حسنا من بزاغ ديال الشعوب ديال المنطقة